الأحدث الأبرز والأهم النهاردة هو الإعلان عن تأجيل أربع لقاءات من الجولة الحداشر من بطولة الدوري المصري الممتاز دوري نايل اللي كانت المفروضة تتلعب الأربع لقاءات دول كانوا هيتلعبوا يوم اتنين يناير اللي هو قبل يوم من معسكر المنتخب الأخير المعسكر اللي إن شاء الله قبل كاسر أمه الأفريقية في كوتليفور يناير القادر فبناء على طلب روي فيتوريا المدير الفني البرتغالي لمنتخبنا الوطني الأول طلب إن هو يتم تأجيل أربع لقاءات دول للأنديال عندها ارتباطات كتير الفترة اللي فاتت سواء في البطولات الأفريقية أو في السوبر اللي هم الأهلي والزمالك وبيرامدز ومودرن فيوتشر فكان عندنا لقاء الأهلي هقابل فاركو الزمالك هقابل سرميك كيلو فترة عندك مودرن فيوتشر هيلعب الجونة وبيرامدز هيلعب سموحة في الأربع لقاءات دول تم تأجيلهم بناء على طلب روي فيتوريا عشان يسيبوا مساحة أطول وأكبر للعيبة إن هي تقدر ترتاح وتبقى فيه أتم جاهزية ممكنة قبل منافسات كاسر أمم الأفريقية إن شاء الله في يناير اللي جاي ده الخبر ولكن اللي هينتج عن التأجيل ده إيه؟ طبعاً لو اتكلمت على سبب التأجيل اللي هو الخاص بروي فيتوريا طبيعي هو راجل بص على مصلحته ومصلحة منتخب مصر اللي هي مصلحتنا كلنا في الأول وفي الآخر عشان عايز يسيب فترة كافية للعيبة إن هي تستريح قبل منافسات كاسر أمم فده طلب واقعي ومنطقي لكن اللي مش واقعي ومش منطقي هو إن إحنا نفضل كل سنة فيه يعني عارف اللي نباد فيه بنصبح فيه وهو إن إحنا كل سنة الدوري بيمتد إلى شهور وأسابيع وأيام بعيدة وما بنكملش الدوري فيه معاده والحقيقة الواحد يعني مش فق على الوضع اللي فيه الدوري المصري طيب الربطة طب ما هي الربطة عايز تنفذ عايزة تنفذ طلبات المدير الفني عشان مصلحة منتخب مصر الحج عامر حسين رئيس لجنة المسابقات عنده ارتباطات إفريقية ملخبطة عشان نكون أمنا برضو يعني إحنا بننتقد الرجل وراجل عنده ساعة صدر لما بننتقده في بعض الأمور ما عندوش مشكلة لكن برضو السنة دي فيه بطرات إفريقية جدت لخبطت الأجندة كلها فالحل السحري لقصة دي كلها هو إن إحنا كنا نعمل موسم استثنائي تتوافق عليه الأندية بشكل مختلف عشان تبقى سنة واجع ساعة ولا كل ساعة ما نفضلش عاملين كده زي الدم للعمال يجبر 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 ومحدش عايز يجي نظفه يا جماعة موسم استثنائي ومفيش حاجة اسمها للأندية مش موافقة ومفيش حاجة اسمها للأندية رفضة ومفيش حاجة اسمها للأندية مش عايزة تتعاون لا اتحاد الكورة والربطة يفرضوا كلمتهم على كل الأندية نعمل موسم استثنائي واحد ربنا كده يعدل بقى المشاكل والأخبطة اللي احنا بنعيشها بقالنا سنين طويلة ونبتدي بقى الموسم الجديد على نظافة وموسم بتدي في معاد ويخلص سمعاد وزي أمة لا إله إلا الله في كل حتة في الدنيا زي الناس الطبعية لكن اللي بيحصل بالمنظر ده انت طبع هتغلط روي فيتوريا ازاي مش تعرف تغلطه لأنه هو عنده منتخب مصر ودي أهم حاجة عندنا ما هو الدوري معمول أصلا عشان منتخب مصر هتغلط الرابطة زيتا ما هي عايزة تنفذ للراجل ده عشان تساعده يروح منتخب مصر عشان يروح يعني يشرفنا في كاسر أهم الأفريقية كو الدفوار طب قصص ملعبكة وملخبطة جدا 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 حلها الوحيد ان انت تعمل موسم استثنائي يفك كل اللخبطة وكل اللعبكة اللي مستمرة بقالها سنين ومش لقيلها حد